السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على نص هو ذا مصطفى وسنحاول إجابة على أسئلة الفهم إذن بعد قراءة متعليا للنص نتوجه نحو الأسئلة السؤال الأول مطلوب منا هو شكل الجمل التي كتبت باللول أخضر الجملة الأولى زنبيلا مملوءا برتقالا الجملة الثانية من خاراني مليئان بالشعر الجملة الثالثة وكانت عيناه ناعستين الجملة الرابعة لكن أصابعه كانت طويلة السؤال الثاني المرادف مرادف كلمة متناسقة منسجمة متناسبة ومتناغمة ومرادف كلمة مطرق وجه مطرق وجه ساكت ضد كلمة وسامة قبح وشناعة وضد كلمة رخو جاف السؤال الثالث السارد كان يقرأ في بيته وقت القيلولة في بيته وكان معه في المنزل والده وفاجأه مصطفى بالزيارة رابعا مطلوب منا أن نقوم بملء الجدول إذن عندنا الكلمات سوف نستخرج من النص الصفات الدل على ملامح مصطفى وأضعها في الجدول الآتي الجبهة فهي عريضة ورحبة الحاجبان متباعدان والأنف حاد ومنخاران مليئان بالشعر شعر الرأس شعر غزير وأسيب ومتناسق الفم رخو العينان ناعستين خامسا أذكر الأعضاء الأخرى التي وصفها السارد في وصفه إذن وصف الواصف أيضا الرأس والشعر والرقبة والكتفين والفم والزراعة والعينين والأصابع سادسا أحدد الهدف من وصف شخصية مصطفى الهدف هو أن القارئ يتعرف أكثر على شخصية مصطفى ويرسم له صورة متخيلة في ذهنه وبالتوفيق لكم إن شاء الله ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة